تحيات السامي زرائي المعادي وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداوله بقوة فوق المستويات دي السامي ده احنا عندنا وجهة نظر فيه انا شايف ان انا عندي كان عندي تصحيح مكتمل في المستويات دي عملت دلعة شكل A B C وصعدت على شكل خماسي وعملت تصحيح على شكل A B C وصعدت ايضا على شكل خماسي اعتقد ان السامي لو ما انفجفش في المناطق ده هيبقى كل ده سعود تصحيح طيب ليه بقول الكلام ده لو احنا لاحظنا مع بعض لقيت نفس خط القمى وقالت تشكلت عندي من الموجة دي وعملت A B C هلاقي نفسي قريب من المستويات المية اللي هي عندي مستويات 8 جنيه 86 ارش وعملت تصحيح اعتقد ان السامي اما ينفجر من المستويات دي اما ده هيبقى صعود تصحيحي ولا يحصل كالتالي هنزل اخد نفسي طول الضلع ده مرة اخرى من المستويات دي او القمى اللي هتتشكل مرة اخرى وما زالت شايف ان السامي اعتقد كاني ربع فيه في المستويات دي افضل لحد ما تتشكل الرؤية بتاعته هل هيستمر في الكسر وبعد كده اي تراجع نشتري لكن حتى لو بصينا نلاقي ان الزخم الشرائي بيقل مش بيزيد وده اللي بيأكد فكرة ان السامي ممكن يكون ده صحيحي ما قبل تكملة الاتجاه الهابط وبعد كده نرجع نرتدي تاني ونعمل اتجاه صاعد مرأخ اعتقد ان السامي يخوف في المناطق دي كسل مستويات 8 جنيه و15 ارش يعني خروق غير كده تزال النظر عجبية ولكن انا شايف اجنع بحق المستويات دي هي فرصة وبعد كده اي ترجع تصحيح ممكن ندخل تاني ولكن المستويات دي الهيكلية دي هيكلة صعود تصحيحي وليس هيكلة صعود اندفاعي لان لو في صعود اندفاعي كان يبس زخم اقوى في الموجة اللي احنا عندها او عنده مستويات 8 جنيه ونص الحالي خلينا نمشي مع السامة واحدة واحدة لو انت عندك شكل بطول السامة مصاعد خليك محافظة على السامة كسر مستويات 8 جنيه و15 ارش يعني خروق وليس استمرار في السامة 8 جنيه و20 ارش كمان او 25 ارش كمان وبالتوفيق اشتركوا في القناة